التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بوزيرة التقديد هل السعيد لبحث تنفيذ تكلفات الرئيس السيسي أثناء حفل إفطار الأسرة المصرية بشأن جذب الاستثمارات والشراكات والشراكة مع القطاع الخاص وفي مستهل اللقاء أشار مدبولي إلى أن الحكومة ستتخذ كل المصارات الملائمة التي من شأنها تحقيق التكلفات التي أعلنها رئيس السيسي مؤخرا وذلك من خلال خطة تنفيذية بتوقيتات زمنية محددة وخلال اللقاء تمت الإشارة إلى أنه سيتم إعداد تفاصيل خطة تنفيذ التكلفات الرئاسية للحكومة بشأن الإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة إضافة إلى قيام الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البرصة المصرية من ضمنها الشركات المملوكة للقوات المسلحة وذلك خلال العام الحالي ونوه رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي في مطلع الأسبوع المقبل تنفيذا للتكلفات الرئاسية بشأن إعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية اشتركوا في القناة